اشهد صعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بإقرار مجلس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 مؤكدا أنها تخلق فرص عمل نوعية أمام المواطنين وتجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف رؤية وطنية متكاملة لسوق عمل يكون البحريني فيه الخيار الأفضل عند التوظيف جاءت بقرار مجلس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 التي تصب في سياق تحقيق الاستدامة للنمو والتطوير لسوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 واخذت الخطة في عين الاعتبار التحديات التي تواجه سوق العمل والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع للبناء عليها من خلال خطة وطنية شاملة تعزز من النمو الاقتصادي وتخدم أهداف تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية الوطنية وتحسن من الوسائل والآليات وقواعد المعلومات والمؤشرات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام الخطة تضمنت عدة محاور تهدف إلى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني هذه الخطة لا تشكل بديلا عن الخطة التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرامج الحكومة للفترة القادمة وإنما هي منسجمة مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيقها تجسد الخطة الوطنية لسوق العمل في إطارها العام تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية لتكون الغاية والوسيلة من أجل تسريع وطيرة توظيف الباحثين عن عمل ورفع كفاءتهم المهنية وصولا إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية ترجمة نانسي قنقر